من خلال تقارير الوزارة الانتقال الطاقي فاليوم كانت تواجدوا في شاطئ من اسمان وهو مدرج من خلال لائحة السوداء شواطئ غير صالحة للسفاحة فهدى التقرير هذا المرة الثانية على التوالي والسنة الثانية على التوالي كي يجي شاطئ من اسمان كشاطئ غير صالح للسفاحة وهنا كان نشير العالم الاستفام على كيفية دور السلطات من خلال هذه السنة كاملة كيفية دارت وكيفية إجراءات لدارس فلقنا أنه من خلال تقرير هذا الأخير أنه لم يكن إجراءات لدارس يبقى الحال كما هو عليه هذه السنة هذا خروج تقرير أنه غير صالح للسفاحة ومن العيوب أن شاطئ بهذا الجمال هذا وهو مقر أو مكان والاستفافة للعائلات والأسر من خلال هدوء ومن خلال المجيء للأطفال فنشكله الخطورة عابة بهذه الطريقة فإذا نتمنى أنه تكون إجراءات ملموسة ونرى ما هم الأسباب والمسببات التي تجعل هذا الشواطئ يكونوا مدرجين فهذا الحاكم مجلس السوداء للشواطئ الغير صالحة للسفاحة ذلك من خلال الخبراء ومن خلال التحاليل فكيبينوا أن هذه المياه تشكلوا خطورة على الصحة بعيدة عن الأحياء البحرية والتأثير على الأحياء البحرية فكذلك على الصحة المصطفين وعلى الصحة الإنسان ومن خلال التقارير يقلوا أنه راكين يعني أمراض جلدية تسبب أمراض جلدية أمراض العيون أمراض الأدن وكذلك أمراض الجهاز العظمي من خلال يعني شرب عن طريق الخطأ بعض المياه من خلال هذا الشواطئ الغير صالحة للسفاحة فهناك تشكل خطر وهناك تتوضع كما قلت هذا السؤال ما هو الإجراءات للدارس من طرف خصوصا السلطات المحلية وهناك نحص بالذكر يعني جماعات المحلية اللي كنتميوا لها مثل هذا الشواطئ ما هو الإجراءات للدارس رغم أنه كان إجراءات ربما من المفروض عليهم أنهم يداروا مثل نقوله تصفية المياه العادمة اللي كتلاح مباشرة في الشواطئ وكذلك إجراءات المراقبة لبعض الشركات والمصانع اللي كترمي المقدوفات بدون المعالجة المحلية والقبلية فعلا نخص واحد اللافتات للمنع ولكن التحذير أنه راكين هذا الشاطئ مدرج في اللائحة الشواطئ الغير صالحة للإستباحة وذلك نجعل المجال للمواطن ونكتبوا المخاطر ونجعل المواطن أنه يختار وش فعلا بغي ضوز النهار السباحة وذلك فالفكرة لأنه الغير صالحة للسباحة فهي الزكرة اللي كانت من ناواتكم موسيقى 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 موسيقى